للحديث عن الموضوع معنا من فينا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري أستاذ مرحبا بك يعني جرائم تقفو على السطح الآن في العراق كيف تقرأ تصاعد الاتجار أو جرائم الاتجار بالبشر في العراق في هذه الأولى لبداية السلام عليكم وتحياتي للجميع حقيقة هذه المشكلة ليست آنية وإنما المشكلة بدأت بعد أن تفلشت الدولة العراقية ولا توجد دولة عراقية هذا هو الضياع الأمني وضياع الأمني أنه يرتبط بكثير من العناصر التي تتاجر بأعضاء البشرية وتتاجر بالبشر وهناك أعمال أخرى غير التجارة في البشر أنتم ذكرتم القاطرات في السن نعم هذه الحالة موجودة وخاصة عند البنات الموجودات في العراق هذه الحالة لأنه لا توجد دولة بالعراق لا توجد دولة توجد عصابات وأحزاب تمعية أحزاب لا يمكن أنه الدولة تقدر وهي جزء من الدولة يعني لا توجد دولة أولا وهي جزء من هذه العصابات الموجودة العصابات الموجودة هي المسؤولة الأول والأخير عن العمليات التي تقوم بها هذه العصابات الإجرامية تجارة بالأعضاء البشرية والدولة تغض النظر عن هذه الحالة وتلك الحالة لأنهم جزء من هذه العملية المجموعة التي تحكم العراق هي مجموعة سراق وحرامية وهذا نحرف من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة لا توجد هناك سلطة تراقب من هو يقوم بهذه الأعمال وبالعكس أن هذه السلطات الموجودة هي تتسكر على كثير من الجرائم الموجودة الموجودة في العراق هناك جرائم كبيرة موجودة في العراق في السجون العراقية وفي السجون النساء والاختصاب وبيع النساء أيضا كل هذه الحالة موجودة لأن لا يوجد أمن واستقرار في العراق في وقت الحال أستاذ ضياء المرصد العراقي لضحايا التجار بالبشر أكد أن هناك 15 شبكة تصطاد ضحاياها في العراق البصرة وحدها سجلت أكثر من 300 حالة لضحايا التجار بالبشر خلال 6 شهور هذا الرقم كبير جدا ولكنه يدفع أيضا للتساؤل عن العوامل التي أدت للشيوع مثل هذه الجرائم تحدثت حضرتك عن العصابات والأحزاب من يقف وراء هذه العصابات والأحزاب؟ هل هناك جريمة منظمة تقف وراءها قوة دولية أو إقليمية من وجهة نظرك؟ والله هي بالحقيقة المحتل من دخل وكثير من الأساسة الاحتلال أو سموها بما يسموهم صخور الاحتلال كانوا يبشرون وينذرون للسياسين العراقيين السابقين أنه سنعيد العراق إلى عصر الحجر أو عصر الجاهلية ولحد الآن هذا هو البرنامج الحقيقي الذي تقف وراءه هذه المؤسسات المؤسسات التي دخلت للعراق لتدمير العراق ليست تدمير العراق كبنية تحتية ودمرت البنية التحتية لا يوجد كراباء لا يوجد ميل لا يوجد صحة لا يوجد تحديم هذه دمرت بكامل ولكن تدمير الشخصية العراقية بالوقت الحاضر هذه العصابات لا يوجد عليها رقيب الدولة هي مسؤولة الأولى والأخيرة السلطات الحكومية هي مسؤولة الأولى والأخيرة لحفاظة المواطنين كيف هذه العصابات تتاجر بالبشر والحكومة العراقية؟ ماذا تعمل؟ إذن الاتجار بالبشر هو أحد أهداف الاحتلال الأمريكي مفوضية حقوق الإنسان أكدت ما سمتها قائمة العار الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن ظاهرات الاتجار بالبشر أنها تلاحق العراق وتهدد بخسارته المساعدات الدولية هل من وجهة نظرك ممكن أن يخسر العراق المساعدات الدولية بسبب هذه الجرائم المتصاعدة فيه؟ أولا العراق لا يحتاج المساعدات الدولية من البداية العراق بلد غني من البلدان الغلية الخمسة بالعالم الذي تملك ما يملكه لا يملكه أحد البلدان الأخرى العراق بلد غني العراق لا يحتاج أن يسلف القروض العراق يحتاج أنه تبخير العراق من ذول السراق والحرامية الذي دخلوا للبلد العراق حقيقة نهب العراق دمر من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة البرامج التي يعملون بها المحتل لحد الآن غير متكاملة لهم يريدون تدمير الشعب العراقي بأكمله لا يقتنعون بعملية بسيطة الحكومة هي موجودة والحكومة محمية بالوقت الحاضر من إيران والولايات المتحدة الأمريكية عندنا عشرين قاعدة موجودة في العراق قواعد أمريكية تحمي من هل هذه القوات الأمريكية الموجودة لا تعلم بما يحدث في العراق نعم تعرف وعندها التقارير الكافية بما يحدث في العراق بما يعملوا السياسيين السياسيين العراقيين أخي يعملون بالعلم يقولون نحن سرات ونحن حرامية ونحن نتاجر بالأشياء المحرمة هذا كله يعلنه والولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا من هو الذي يقود العراق ومن هو الذي يحكم العراق ليس العراقيين يحكمون العراق الأجانب الموجودين في العراق هم الذين يحكمون العراق إيران تحكم العراق أكثر من أي جهة معينة موجودة في العراق إذا كانت شرعية إذا كانت دينية وإذا كانت سياسية ليس لها الطلاحية أن تتجاوز على الحقوق الإيرانية المضاحة لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري شكرا جزيلا لك